والحقيقة النهاردة المجلس الوزراء في اجتماعه ناقش الحقيقة مجموعة من الموضوعات الهامة جدا ويمكن الحقيقة تطرقنا في بداية اجتماع المجلس للموضوع المحوري الحقيقة كنا اتكلمنا فيه وكت منذ يومين اتكلمنا فيه في مؤتمر صحفي في مدينة الاسكندرية وهو الخاص بمنظومة الدعم وازاي ان احنا نبدأ في زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف اولا تقليل بعض او قليل جدا من الاعباء المالية اللي بتتحملها الدولة بصورة كبيرة جدا في هذا الملف وازاي ان احنا نضمن ان هو يصل حقيقة لمستحقية والاهم ان احنا كيف واحنا بنعمل اي نوع من الزيادات يتكون باقل ضرر وباقل وطأ على الفئات محدودة الدخل وده هو هدفنا لان الحقيقة بمنتهى الامانة انا تبعت طبعا ردود الافعال على مدار اليومين منذ عقد المؤتمر وكنت حريص جدا على ان انا استمع للاراء الكلها بكل اطيافها عشان نسمع وجهات النظر المختلفة وتاني يمكن احابب ان انا اقول ان بعض اللي استمعت اليه كما لو كان ان الدولة يعني عايزة تخرج من الدعم خالص وان الدولة بصدد انها تلغي الدعم وهذا ليس صحيحا على الاطلاق الدولة تانية انا بأكد الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم وبالذات في السلع الاساسية اللي بتمس حياة المواطن وكل اللي احنا بنحاول ان احنا نعمله ان احنا كيف نرشد من هذا الدعم عشان نقدر كدولة ان احنا نستمر في تقديمه لان كل ما بتزاد وضع هذا الدعم وبتزيد علينا بيؤثر في الخدمة نفسها